بسم الله الرحمن الرحيم المردي هنتكلم على variables و vectors بشيء من التفصيل شوية لو تفكروا نحن قبل كده قلنا ال variables دول بيبقى مكان بتحط في ال في ال workspace او في المموري بتاعت الكمبيوتر والمكان ده ممكن يبقى زي السيل كده مربع السيل بيبقى له اسم هنسميه هنسمي ال variable ده ايه مثلا و بتحط فيه الحاجة اللي انت مخزنها في ال variable ايه رقم مثلا 5.1 فالرقم ده متخزن جوه variable اسمه ايه محطوطة و مربع في المموري او في ال workspace ال workspace اللي هو بيطلع عندنا هنا في ماتلاب فاسامي ال variables لها شروط لازم اولا انها تبدأ بلتر start with a letter ما ينفعش تكتب مثلا 2 a بتسمي ال variable 2 a لا لازم يبقى a2 ممكن يعني ممكن تسميه a2 ده ينفع لكن 2 a ما ينفعش ده غلط ممكن يكون فيه ارقام طبعا a2 a5 او underscore يعني a2 underscore 2 مثلا فدي من الشروط بتاعت ال variable فانا لو جيت هنا عملت variable جديد اسمه a و قلت 5.1 فتحط هنا في ال workspace و ادي ال value بتاعته و ممكن استخدمه لو جيت هنا قلت b ما فيش variable اسمه b فعطول هو ال undefined function قلت a times b undefined function ما نفعش تستخدمه لكن لو قلت b بعملت لها definition عرفتها مثلت data وبعدين قلت a times b هو كده عارف ال b لان ال b بقت واحد عنده وعين فيه variable اسمه answer ده اللي هو ال answer اخر answer ممكن تيجي تستخدمه فممكن يقول a times answer فمستخدم answer كأنه variable MATLAB بيبقى case sensitive يعني a دي ما بتسويش a كبيره الا كبيره دي حاجة ثانية فلو انا قلت اي كبيره هو ما اعرفهاش ممكن اقول اي كبيره مثلا بتسوي square root خلاص يبقى هو كده عنده variable جديد اسمه a كبيره وعرف يستخدمها فهي case sensitive بتفرق في capital ولا small ممكن انا اعمل باقي ممكن اجي استخدم functions اللي انا دائما باستخدمها او بلاش ال constant اللي انا دائما باستخدمها في حساباتي احطها في ال workspace في البداية فمسلا انا هعمل باقي file جديد واحط فيه شوية constants ادي acceleration due to gravity 9.81 وبعدين 6.023 8.23 وبعد كده هحط قيمة exponential 1 ممكن احط pi على 4 هسميها pi 4 بتساوي pi على 4 واحط شوية constants لا نعيز وممكن حتى كمان ايجي احط comments عشان تبين لي ايه دول فميزة ال editor ان اكتب تكتب فيه comment comment يعني بتتعلق ومش اي دخل بال variable ولا بال command فتيجي تحط علامة percent وتيجي تكتب اي حاجة اكتبان acceleration due to gravity خبه لك انها تلونت لون اخدر ودي اكتب انها مش موجودة هو مش هيراه وده 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 ثم الابتد ثم الابتد الوطماتيك مرى الواركس بي الكونستانس دول الجي والي والباي على اربعة والأفو جادوز نومر وقدر استخدمهم في حساباتي بعد كالي فدي واحدة من الطرق اللي تستخدم الفاريبلز في مفايل وتستخدمهم في حساباتي طيب ده السكيلر يعني رقم واحد محطوط في ايه ممكن يكون ايه ده يبقى فيكتور يعني اعمل ايه اجي اعمل سلسلة من الارقام ورا بعضها وحطها في فيكتور واسمي ايه دي انا سنوا واحد خمسة اثنين تلاتة زيرو فده فيكتور في خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة فانا برده ممكن نستخدم الفاريبل يكون هو عبارة عن فيكتور طيب ازاي تبدأ تبني فيكتور فيتور مختلفة اول حاج خلينا نكتبه زي ما هو كده ايه سوف افتح الكوس المربع ده بتاع الفكتور واحد خمسة اثنين تلاتة زيرو وقفل الكوس اه دي ادي الفكتور عبارة عن صف واحد وخمس عوامل طيب فيه بقى حاجات خلينا نتعلم بلحنا نجرب مع بعض اعمل ديس بلاي فيه فانكشن اسمها ديس بلاي مش اكس ايه فعملت ايه دي امت عرضه بقى الفكتور ايه ده حاطته طيب فيه كماند اسم هوز هوز ده بيعمل ايه بيقوللي الوركس بيس دي اللي موجود فيها فادي الوركس بيس النام والسائز والمتخزنين بايت ايه والقلاس بتاعه النام هم النامز دول اهم كلوا الاسائز هل هو سكيلر واحد في واحد ولا فيكتور يبقى واحد في خمسة زي ايه ده خد بالك ان هو بيعتبر كل حاجة حتى السكيلر بيعتبرها عبارة عن فيكتور او ماتريكس واحد في واحد صف واحد وعمود واحد تبقى سكيلر صف واحد وخمس عواميد يبقى فيكتور بس هي عبارة اي حاجة فيهم زي بعض كانتها ماتريكس متخزن واخد مساحة دي في التخزين والكلاس يعني دابل بريسيشن فلوتين بوينت نمبر متخزن ده نوع الكلاس ونشوف الكلاس بعد كتا يعني ايه برضو بالتفصيل طيب احنا اخد بالك ان احنا احطنا ال ايدي احطنا سبيس هل ممكن احط كمى واحد خمسة اتنين تلاتة زيرو بالكما بدل من سبيس نفس الكلام بالزبط كمى او سبيس الاتنين يمشوا انا بفضل سبيس عشان اسهل في الكتاب بس ممكن كمى برضو طيب خلينا نعمل حاجة مختلفة لقلت اكس بتساوي عملت كده قلت مئة وخمسين مئة وخمسين نقص خمسة عشر تفتكر ده هيديك ايه بتعمل لديك رقم واحد وعمل الحزبية بواحد فالداش دي ما بتعملكش الا انها مينس بتحول الى مينس طيب ممكن ادخل فيكتور جوه فيكتور اه ممكن خلينا نشوف قول ايه بتساوي واحد اتنين تلاتة اه ادي فيكتور وبي بتساوي اربعة خمسة اربعة خمسة طيب قول سي بتساوي ايه ماينس بيه اه ادينا ايه تفتكرون دك واحد اتنين تلاتة ماينس اربعة وماينس خمسة فالسي ده عبارة عن خمسة اللي خمسة طيب هل ممكن ندخل فيكتور جوه نفسه اه ممكن برضو هل نقول ايه بتساوي افتح الكوس ايه زيرو ماينس واحد традиdin اما يقول ايه الاول كانت بتساوي واحد اين هل تلاتة في الوقت الاخر بالادة اذهباوا بساوي واحد انان ثلاتا زيرو ماَ انس واحد ايه واحد اين ت هاته اه واحد اين تهاتة زيرو ماينس واحد اه ايه ONE اين تهاتة فيكتور فاضي ما فيوش حاجة ولا حتى زير ولا ماينس ولا حاجة خالص فيكتور فاضي اكتب هنا اهو وده ساعة انده بتحتاج تستخدمه طيب ممكن برضو نبني الفيكتورز عن طريق الكولون اوبريتور ممكن يجيو الاكس بتساعة واحد الى عشرة اشتناها دي برضو قبل كده ادي فيكتور من واحد الى عشرة او اكس بتساعة واحد بوينت فايف اربعة فبقى واحد واحد مص اثنين دين مص ثلاثة ثلاثة مص وكذا ممكن استخدم حاجة اسمها لين سبيس لين سبيس لي تكتب كده لين سبيس وبتيجي تقول ايه عايز ابدأ من زيرو الى عشرة وعايز احط جواهم تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين بوينت داخليا فعملها تلع تلاتة وتلاتين واسمها من زيرو عشرة وهو اسم يعني عشرة على تلاتة وتلاتين وعارف الانكرمينت تلوات فانت سعدت بعارف الانكرمينت او عايز تعرف العدد ممكن تعمل ادي الاكس هي ممكن اعمل الاكس دي عبارة عن صف ممكن احاولها العمود انا اقول اكس بتساوي اكس ترانسبوز ترانسبوز اللي هي العلامة دي فتحول بدل ما بقى صف واحد بقى عمود واحد فالترانسبوزينج دي ممكن تستخدمه عشان تحول الصف الى العمود طيب افرد انا عايز بقى عنده واحدة من جوه هنا عنده الرقم رقم ده رقم واحد ونص فقلت اكس ده تاني واحد يبقى اكس اتنين يديني واحد ونص ممكن اكتب كده او ممكن اكتب اكس الصف التاني العمود الاول برضو يديني واحد ونص طيب لو كتبت اكس الصف التاني العمود التاني هو مافيش مافيش فانك تنبه حاجة جوه بتبقى عارف رقمها فين موجودة في اي حتة عشان تقدر تندهها عن طريق انك تخطها ما بين كوسين اكس خمسة هي اخر واحدة تحت هي رقم ثلاثة مش اخر واحدة بتستقبل طيب مرة جاي نتكلم على الماتريسيز ان شاء الله شكرا شكرا